مرحبا السهرة على قناة 39 سهرة 11 شكرا لكم لتشاركوا معنا الرابط موجود بشاركوا معنا في كل مرة مع ضيوفنا من سياسيين وإلا من مسؤولين كبار الموعد معهم مع أسألتكم أنتوما لتوصل لضيوفنا مرحبا بالسيد زهير المغزاوي أمين عام حركة شعب سي زهير بارك الله وفيك اللي موجود معنا الأسألة موجودة من عند زادة آية منصوري 25 سنة طالبة ماجستير قانون المؤسسات والأعمال تحية كبيرة لها آية مرحبا بك شكرا لك اللي موجودة معنا سؤالك اللي سي زهير عسيمة ليس عسيمة سي زهير مرحبا أيا أغلب الأتراف السياسية وعديد الخبراء وحتى السوينتا من خلال حياتهم اليومية الكل يقروا أن الوضع الاقتصادي زي بتأزم بعد 25 جويل وهذا أثر برشا على حياتنا كيفاش يشوف سي زهير المغزاوي تعاطي رئيس الجمهورية مع الوضعية الاقتصادية في البلاد وخاطة أنه معظم خطاباته تهتم كان بالجانب السياسي مع أهمين الجانب الاقتصاد هاي تفضل شكرا سؤال مقتضب بالكل عملي جدا من عند آية 25 سنة تفضل والله هو سؤال مهم وأنا جاوبت عليه برشا مرات من تقريب من سبتمبر بعد 25 جويل وانا نجاوب على السؤال في برشا مناسبات قلت احنا هذوين مختلفين شنو الأولويات بتاع 25 جويل احنا قلنا أولويات 25 جويل هي الجاذب الاقتصادي والاجتماعي ولكن ما لاحظناش اللي السيد رئيس الجمهورية حاط الموضوع هذا في رأس اهتماماته وأولوياته هو يعتقد ربما أنه بإصلاح بالدستور بإصلاح القضاء بكذا تتحسن الأوضاع وانا ما نعتقده جذلك كنا نعتقده أن المسارات تتمشي الزيوز ومبراليل مع العلم أن الوضع الاقتصادي اللي تمر به البلاد اليوم ليس نتاج إلى 25 جويل فقط هو نتاج إلى عشرية كي نحكيه اليوم مثلا على أزمة العليب اللي موجودة في البلاد ما هيش نتيجة إلى ما يحدث هذه الأيام هي نتيجة إلى منظومة عملتها الدولة التونسية في بداية التسعينيات وواخير الثمينيينات المنظومة ذي اللي باقية تتآكل آآ آآ الموضوع المالية العمومية والعجز والفقدان المواد واحد من أسبابه هو المشكلة بتاع المالية العمومية تر Steelري هذه قصع عربي راب لا مش قصع عربي هذا قصع عربي لا أنا كيانا جني مشكل كيانا جني مشكل متاحليب لا 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 شوف شوف كيانا جني مشكل متاحليب وانا موجود في السلطة وعندي دمان وعندي كل القائد انت يخبرنا تحكي على مرسوم انا ما قلتش انا لم ابرأ رئيس الجمهورية ولا حكومة موفم ادارة زيادة لا 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 شوف انا كلمي واضح قلت لو ثم ادارة سيئة لما بعد 25 جميعا ادارة ما اعطاتش اهمية لموضوع الاقتصادي والاجتماعي تعرف احنا بعد 25 جميعا شو قلنا قلنا ثم زيز مسارات من المفروض ثم مسار اصلاحي دستوري قانون انتخابي الى اخره وثم ما سميناه بالمسار الحكومي قلنا المسار الاصلاحي من المفروض يكون تشاركي والمسار الحكومي هذا من المفروض يدعم المسار الول كيفاش يدعم المسار الول يدعم المسار الول من خلال تخفيف الوطأ على التونسين والتونسيات في حياتهم اليومية اللي صار مسارش هذا مسارش ان الحكومات خفت الوطأ على التونسين والتونسيات وقت اللي توينسا يموتوا في جرزيس وما فم حتى شخصية من الدول تهز روح وتمشي وتمشي تعزي العباد وتقف معهم وتعاون على إدارة الأزمة وتكون قادرة على أنها تعطي إيجابات يا أخي هذا شنو على يخطب بالتركة ولا بالناس اللي يقبل لا لا مهم مهم خطريش على شنو تحكي آية آية سألتني على الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي زادة والوضع الاجتماعي زادة عمزنا رزالة الوضع الاقتصادي أحنا فيه هنا فيه ثلاثة أسباب أسباب الأول هو المتاع العشرية اللي اتعدات أسباب الثاني هو الإدارة السيئة اللي ما برحلت خمسة عشر أسباب الثالث هو زادة مهم وموجوده تحدثها للرئيس ونحن نشاطيره فيه أنه هناك لوبيات كثيرة تريد أن تفشل هذا المساعد ما هو الأهم في هذه المتلفة؟ الأهم في هذه المتلفة هو التركة متاع العشر السنوات التي لم يقع التعامل معه تعامل جيد من أجل الخروج هل أنه هناك موافقك هم متكفئين فكرة التركة وإدارة الأزمة ثم تركة ثم إدارة أزمة وثم لوبيات اللي هم داخل على الخط حتى لا ينشع هذا المساعد بالنسبة للوضع الاجتماعي بالنسبة للجرجيس احنا كنا ضد أو يعني كنا معان ورئيس يمشي كنا معانا الحكومة يمشي كنا معانا شعبنا في جرجيس احنا تقلمنا لأنه اليوم شباب تونس مش أول مرة تصير شباب تونس يموت في المحر في جرجيس وفي قرقنا وفي أي مكان دون أن تحرق كلمت الرئيس في الموضوع ايه كلمت وقتش كلمت في الفترة بتاع جرجيس يمكن جمعة التالي جمعة التالي حكيت مع الرئيس ايه بيانسير اش قتله وقتله يزي مكتبش الجرجيس اش قلك قال لي اي وكي نشوفه كيفاش نعمل اي اوكي اي انا هذا شوف انا مسئوليتي انا مسئوليتي لا لا مش حاسب فيك لا لا سمحي نحن حال التوانسة نوضعه للتوانسة لو احنا حركة شعب ملناش حزب رئيس الجمهورية احنا حركة شعب جزء من مسار 25 جولية اللي كنا مساهمين فيه ولكن لا يعني انه سلوكات تصير من الحكومة او من الرئاس او غيرها نعتبرها سلوكات السيد امين عام حزب حركة شعب شنو تفسيرك لي هذا انا ما عندي حتى تفسير انا نعتبره تقصير من الدولة التونسية تجاه ابنائها في جرجيس وتجاه ابنائها في اي مكان وكان ابناء المفروض ان الدولة تنسي تتحرك بكل قوة لان الم الناس في جرجيس مش فقط لان الناس توفات هذه قضاوة قدر الم الناس ان الناس تخرج من البحر يدفنها في مقبرة ما يسمى بمقبرة الغربية وبعد يتضح انهم ابن جرجيس الم الناس ان شعره اللي ثم تقصير من الدولة في البحث عن ابنائها وهم مربين في البحر وانا نعرف هذا انا من منطقة علش الولي يمزل موجود مثلا من عرفش انا من منطقة فيها الهجرة كبيرة من جبالي والحوادث هذه تصير بشكل مستمر ونعرف شنوه الام الناس في الموضوع دي وبالتالي كانت الدولة التونسية ممثلة في رئيس الجمهورية في رئيس الحكومة في اي وزير منهم كان مفروض عليها ان تتحرك في اتجاه بو ما تحركتش ما تحركتش عندك مفضيف اية تفضل سيزو هاير انت توا قلت كنت تحكيلنا على انه نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي هذا جبتنا على ثلاثة اسباب اهم حاجة اسمعتها انا في الاخر قلتنا راه جراء لوبيات ودرشنا هل انه بشابقة مستمرة الوضع هذا هل انه المواطن بشو صديد نهاري يجيه مايرجيش بكوحليب مايرجيش خبزة مايرجيش البند الماء تواصل الازمة هو لا يجب ان تتواصل هذه الازمة هو رئيس الجمهورية يجب ان يعي انه لو تواصلت الازمة وبرد تواصلت ايش عمالنا تواصلت الازمة المسار هذا في مهب الريح اذا تواصلت الازمة فالشعب سيدافع عن نفسه واحنا قلنا للرئيس في منسبات عديدة حتى في وسائل علام الشعب راهو ما يعطيش يعني كما يقال ضمانات اي شخص رو ثيقته في الاشخاص وثيقته في المسارات مش ثيقة شخصية ثيقة في ما يقدمه هذا الشخص من التزامات وما يقدمه هذا الشخص من حلول لهذا الشعب حتى الرصيد التركة واللوبيات بديت اكل شوية يصير اليوم يجب حتى التركة واللوبيات يجب ان شعبنا يشوف شكون هم اللوبيات والتركة وغيرها يعني يجب ان نبحث على حلول حقيقية راهو البسار بتاع 25 جميلة نرجع ونعود ونقول مسار 25 جميلة وأسباب 25 جميلة هي اقتصادية واجتماعية الشعب لخرج يوم 25 جميلة وقبل 25 جميلة خرج من أجل تحقيق مطالب التي لم تتحقق طيلة عشر سنوات وإذا ما تحقتش المطالب هذه على المدى القريب أو بداية تحقيق على المدى القريب راهو المسارة بكله سيفشل برب يجي نخرج شوية من هالحلقة ما نقولش مفرغة لكن نحاول نشوف الأمور من زوايا أخرى شو تفسيرك سيد زهير ولا قراءتك حتى بينك و بين روحك لأنه تكلم رئيس الجمهوري وانتي من القلاء اللي يكلموه واليخرج والرعي العام بعد ويعطيه تقريبا هاته نقول انطباع وقال لعندك واجب تحفظ صحيح لكن تحكي عليه شيء شنو تفسيرك الآن ورئيس الجمهورية يعتبر صحيح اللي لازم ذهب إلى جرزيس ولا يلزم بعض القرارات الأخرى لكن ما يعملوش علاش ما يعملوش كي تخمن فيه انتي وحدك مثالش مثالش حد توسع بالك معايز تقول لين تمشي شنو الفرضيات اللي تعتبرهم إكراهات هو عنده معلومات انتي ما عندكش شنو الإجابات الممكنة هو أكيد هو عنده معلومات أنا ما عنديش نتباره في رئيس الجمهوري نتبار تقارير توصله من الأجهزة بتاع الدولة اللي أنا ما توصلنيش لك تقارير هذه ولكن أنا في كل الحالات أعتبر مهما كانت الأسباب مهما كانت الأسباب نجم الرئيس ما يتحرك شوه نجم الجيه العيان الكرتاش نجم الجيه العيالات نجم وزراء تمشي في كل الحالات أنا نعتبره تقصير مهما كانت المبر ومهما كانت التفسيرات ومهما كانت حتى ربما المبرات الواقعية لتقدمت هو تقصير من الدولة تجاه شعبها منعرش كان هويدا هماديا 31 سنة مرافقة مختصة للهيكل المهنية الفلحية حاضرة هويدا قاعدين نكلموا فيها أحنا اللي باقي في برنامجنا هذا هو أنه برنامج حي الناس نكلموهم نتصلوا بهم والاتصال المباشر بالناس هو اللي قاعد يخلق هذا في نوع من الحقيقة فرحلين أنه قادرين أنه الناس تواجه الضيوفنا نرجع للاتصال برئيس الجمهورية سي زهير وكأنه زاد الناس صبرها بدأ ينفذ ما بين الحليب ما بين العظم ما بين النصاص ما بين الحياة اليومية للتونسي صعيبة الحقيقة فما السؤال قاعد يرجع في كل مرة إلى أي مدى التونسي قادر أنه يصبر زاد لا ولا هو الصبر حدود يعني أي صبر بش يجي وقته وينتهي الصبر لأنه الأوضاع باقي هذا معاك أنا والوضاع صعيبة فقدين مواد من الأسواق غلاء أسعار فاحش البطاطا في الأسواق اليوم بل فيه وخمسمائة البطاطا بدخلت لأربعة لاف يعني أنا موجود شفت في الأسواق اليوم أنا نمشي مع المواطنيين وناس شوفي شفت اليوم صفوف طويلة باش نستشري باكو حليب صفوف طويلة باش نشري باكو حليب وباكو زبدة دونك الأوضاع صعيبة ورئيس الجمهورية يرى في هذه الأوضاع أعتقد أنه هو واعي بهذه المسألة لاحقا سيد سوهير كان عندك ما تقوله من رسالة مباشرة الآن في علاقة بهذا الموضوع بالذات شتقوله سيد سوهير أنا أقوله كما قلت له دوما سواء في لقاءات معه أو في وسائل العلام 25 جميلة نجاح هذا المسار مرتبط بتقديم حلول للمواطنين والمواطنات في حياتهم اليومية إذا فشلنا في أن نقدموا حلول إذا صعبت الحياة على الناس أكثر مما كانت هي صعيبة هي كانت صعيبة كانت الناس تموت بمشلاقية تلقيها متاع الكورون أقبل 25 جميلة إذا كان بعد ما يلقوا شبكوا حليب لأولادهم فهي خيبة المسعة فيجب أن تهتم الدولة بكل ثقلها وبكل إمكانياتها والناس اللي مش قادر يتمشي على روحها وجي غيرها باش يوفروا الحليب للتوانسة باش يوفروا باش يخفضوا بالأسعار باش يحافظوا على المقدر الشرقية بتاع التوانسة باش يوفروا ريسونس للتوانسة باش يوفروا الحد الأدنى متفامين متفامين أي حكومة بعد 17 ديسابر ما المفروض حكومة جديدة ما المفروض الكوتل البرلمانية اللي باشتفوز بالأسخابات آه أه أه دخل هذا دونك أنت تعتبر أنه يلزمها من خلال محاصل الكوتل البرلمانية بالطبيعة في العالم كل هك هاي وطوة أنت في فرنسا بثلا ما هو الدستور هكو يشبه للدستور تاع تونس رئيس الجمهورية هو من يعين الحكومة من يعين البرلماء من يعين رئيس الحكومة ولكن بعد الانتخابات الأخيرة اللي صارت في فرنسا صارت أزمة نوع من الأزمة السياسية يذكر رئيس الحكومة سببها شنوه ما هو هاتونجيك سببها شنوه أنه الرئيس الفرنسي يحب يعمل حكومة أغلبية في البرلمان لأنه يعرف إذا كما ثماش أغلبية في البرلمان بشتير مشكلة ورئيس الجمهورية يجب هذا المنطب هذا انتباعي أنه هوني في تونس الساعة قبل كل شي بش ننتظروا بش ننتظروا مجلس الجهات والأقاليم لنهاية الاستثناء ومحكمة دستورية ومعنى عرفوش وقتاش ومعنى عرفوش وقتاش وفي نفس الوقت بش نمشي إلى برلمان قد يعتبر رئيس الجمهورية غير معني بالحكومة يسمي الحكومة متاعه يقولك تعامل معايا كنائب فاخر بسلام هو ينجم يعمل هكا هو بش يعمل هكا هو كان يعمل هكا يعني هو سوء تقديري ولي وقتها لأنه في البرلمان ثم قوانين بش تتعدى وبش نرجع لحالة الاستقرار بين مؤسسة الدولة مليدون لي سيزهير سمحني يا ما عندك زادا أنت سوء تقدير إلى مدى ولاء المساندين لما صار 25 جويلة لغدوة قادرين أنوا يعديوا أي قانون جاي من كرتاج نعم مسالة شوية إذا كان هم أغلبية لا يبين سيري إذا كان ثم أغلبية رئاسية في البرلمان وهم خبلوا سفيني أنا نحكي على منطق الأشياء منطق الأشياء مهما كان الدستور الدستور بتاع 22 رغم أن البرلمان الناس تحكي مع دو الصلوحية كبيرة نحن في نظام رئاسي لكن البرلمان بش يبقى هو مصنع القوانين فيه الأغلبية والأقليات مشم قيد عليك هذا يسيبقى مصنع القوانين لا يعني هذا منطق الأشياء إذا كان ثم الناس تحب التوالي وتعدي كما تحب في البرلمان هذيك بسؤولياتها مش تخرج تقول أنت وقتها هذي نقول فيه توا هويدا مرحبا بيك هويدا موجودة معنا بالهاتف 31 سنة مرافقة مختصة لهيك المهنية الفلاحية مرحبا بيك هويدا ألو عسلامة مرحبا بيك ليس مرحبا بالضيفة متاعنا في زهية المغزاوي مرحبا فضل له هويدا سؤالك عايشك ليس بالنسبة لسؤال مدعي هو حول موضوع الساعة الهجرة الغير نظامية لولدة مسكو الشرائح العمورية ومشاو ضحيتها برشة وينسا من كل الأجياء أول حاجة نحب نسأله كيفاش تقيمه تعامل لرئاسة الجمهورية مع الظاهرة هذه وثانية سؤال ما تعتبروش أنه عدم زيارة رئيس الجمهورية أو أحد عضاء الحكومة للعائلات المنكوبة في جرجيس فيه تقسير وخذلين للعائلات هذه هذه سؤالي إن شاء الله جاوبنا لي هاية فضل سياسي سؤالنا جاوبنا لي عدم زيارة رئيس الجمهورية نسأل تعود جاوبه هي هويدا أعطيها الكلمة بكلمة 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 وحيدة الدولة التونسية ممثلة في رئيسها وفي رئيس حكومتها قصروا تقسيرا كبيرا مع أهلنا في جرجيس واضح اللي بعده هو إدارة إدارة الهجرة الغير النظامية وكأنه تونس تقال برشكلين فمشكون يقول تونس تتساهل سيب سيب خليه يخرجه خليه يخرجه ومن بعد يا أخوية تنتصرف مع إيطاليا وتنتصرف مع الأخرين وتأجي تيروح ومعنها الرجوع القصري وتنتصرف فمشكون يقول أنه تونس غير قادر على إدارة الآزم وغير قادر على خاطر القوير قاعدة تخرج من جهات الكل وفمشكون يقول تونس عملت استثمار فقط في مراقبة الهجرة الغير النظامية ولا وما فمش استثمار عملته باش تمنى عن الناس في البحر من الموت ومن الغرق شنو رأيك أنت والله النقطة الأخيرة اللي حكيت اللي خلنا نبدأ بها هي الساعة هي عملت استثمار فشنو قلت لي في مراقبة في المراقبة في المراقبة الأمنية كي تكون شرطيا لأوروبا حتى دور الشرطي هذا اللي تقوم به فشلت فيه فشلت فيه لأن القوارب يعني يوميا يعني أنت لاحظ في الفترة وقلي كانت أهالي جيري سبحث ولا أبناهم كانت ثم قوارب تخرج في نفس الوقت يعني وقت الفاجعة يعني وفشلت كذلك في أن تفاوض الطرف الأوروبي على هذا الموضوع صحيح واللي ثم دول كثيرة فاوضت ونجحت في الفاوضات ونحب نذكر أنه مع تلاين كانت عندنا عندنا اتفاقية سابقة أنه في كل سنة ثم عدد ألاف من التونسيين يلتحقون بإيطاليا في إطار هجرة منظمة في إطار هالمفوضات اللي صارت واللي احنا بعد الثورة فشل دريع فشل دريع في المفوضات مع الطرف الأوروبي اللي هو يحكي على حقوق الإنسان الطرف الأوروبي يذيع واللي أحد أهم بونه حقوق الإنسان هو حرورة التنقل اللي يحرم فينا اليوم من حق التنقل لأوروبا وغيرها هذه مسألة المسألة الأخرى يعني نعتقد مهمة لذكرت من أنت المقتل أنه ثم تساهل أعتقد ثم تساهل يا أخي أنا نحب نفهم شنو اللي صار بعد الثورة في لنبادوزا وقال ذكر الرئيس السابق الله يرحم مسي الباجي قاد سبسي وقال كان يتحدث يقول لنبادوزا حرة حرة وطليا على برة ألاف تنقلت هل تنقلت بفعل فاعل من سهل لهذا التنقل كيف اجتمت العملية لا أحد يعلم كذلك زاد في الفترة الأخيرة الألاف من التونسيين وتونسيات يتنقلوا من لمسطحة من صحيح ثم حياة صعبة ثم القضية لو شوف أنا مستعد نقولها بشجاعة القضية ليست قضية فقر فقط أنا رواحت قبل ثلاث أسابيع اللي قبل لي وهي فهل هجرة هذه بشكل كبير نلقى عباد تدفع في ثلاثين مليون وعشرين مليون لأبناها باش تهاجر عن طريق سربيا ولي ذا يعني دونك أموال كثيرة باقية تصرف دونك هي قضية سوسيولوجية تقولي شنوها دورة ياسر الجمهورية اليوم نقول لك شنوها دورة نجب تقوم به عنا مركز دراسات الاستراتيجية اللي تحت إشراف رئاسة الجمهورية اللي هو في موت سريري نعم اللي المفروض اللي براهي ثم دراسات سوسيولوجية ودراسات تربوية ودراسات علمية على موضوع الهجرة السرية لأن هذا موضوع مجتمعي بقينا سمحني بركة نتناوله فيه ونتحدث فيه شوية وقتاش وين ما تصير فاجعة نتحدث شوية في الإعلام على الموضوع هذا وبعد نساوي بلاد مو لكن فسر لي سيزهير علش في بلادنا اللي يفشل ما يستقلش وإلا ما يتمش إيقالته أنت كنت تتكلم على فشل ذريع أنا عندي دمان أنا نجاري بلاد كاملة كيف نخزر ورا حد غير قادر أنه يتصرف لي في موضوع الهجرة الغير النظامية ويكون عنده نتائج إيش نعمله نقيله أو يستقل علش ما يسيرش على حد أنا شوف رو تحدثت فيه مرة في البرنامية الموضوع هذا معقد برشا أراه خليني أنا باش نقول كلم ربما يقلق البعض ثم جزء من أجهزة الدولة مساهمة في الموضوع هذا أنا باش نعطيك مثال وسأقول كلام وأنا مسؤول عليه قلت عن ديار في البرنامية لي فات كان ثم هجرة سريعة عن طريق قرقنا يعني الناس تمشي للسفاقس تتجمع في السفاقس ثم تتنقل إلى قرقنا وكان الأمن ماخذ إجراءات ضد التنقل إلى قرقنا يعني خاصة الشباب حينما يريدون التنقل إلى قرقنا يقع منحهم من التنقل إلى قرقنا ولكن كان ثم شبكات حتى في الأمن كانت تأخذ في أموال على هؤلاء الشباب ونعرف عينات واتصلوا بها حتى أهالي يأخذوا أموال على هؤلاء الشباب ويمشوا اليوم ثم الناس تمشي تخرج أيوة أنت موافقة للمقاربة هذه أنه الشاب اللي ماشي لقرقنا نوقفه هنا في البطاح ونخذر الوجه وقوله برمشي روح لا مش موافقة ما وشنوه ولت أنا نحكي على الموضوع الأخر لاختر نحكي لك مش موافقة لهذا أن نحكي على الموضوع الأخر لاختر أني نمنع هذايا ونسمح للآخر لأنه يدفع في الأموال واللي ثم شبكات متاع تسكين الناس بيجوون تسكنهم وشبكات مش يجيب الماكلة كل شيء موجود وشبكات متاع مش عارف شنوه كل شيء وهذا هو الفشل ذري على الدولة وهذا هو كله موجود هيا هذا جزته ما ولكن نراه الموضوع زادة ما نحكيه على قيس صعيات فقط هذا الموضوع ما بدأش مع قيس صعيات ومش هو المسؤول عليه فقط هذا موضوع عيشات الدولة التونسية حتى قبل الثورة أكثر أرقام صارت في 2022 طبعا صارت في 2022 عندي تقريب وسط أرقام كبيرة وهذا أنا عندي نجي بفسر تفسيري ربما نفسي وسيسيولوجي لأنه أنا نعتبر 25 جولية كانت تفتحة أفاق كبيرة أي مقاربة أعطيني أي مقاربة في بعض العناوين الكبرى باش مناقعدوش زادة نعملوا كنف الإنشائيات كنجيت في السلطة اشتعمل سيزو هاي أنا نقول لك خليني قبل ما نكون في السلطة نقول لك أنا وخمسة وعشرين جولي أنا فيه تقديري كيما 2011 14 جنو في 2011 فتح أمل كبير للتونسية بعد فترة أنا أشعر أنه الأمل هذي بدأ يفقده فيه التونس وخاصة شباب تونس اللي الشباب في تونس الجوز كبير من الشباب بتاعة تونس مرتبط برئيس الجمهورية ويرى في رئيس الجمهورية فم إمكانية بيش حقق له أحلامه بعد خمسة وعشرين جولي ثم خيبة أمل باقية تصير وأنا النجم نفسر بيه هذا التسارع الكبير في الهجرة غير النظامية اليوم يلزم مقاربة كاملة مقاربة كاملة مقاربة اقتصادية مقاربة نفسية مع الشباب هذومة الشباب لا ما أحكي معهم حد جستما الشباب هولونتي بدأنا نحكيه مع الشباب عليش بدلك بكري على ستارتاب وعلى منظومة الدفع العالمية وغيرها الشباب هبيخدم في المجالات هذية الناس تحكي معها بلغة الستينات وبلغة السبعينات أحنا اليوم عاجزين عاجز تام كدولة نحكي الدولة التونسية في الحديث مع شبابها وفي الحوار معها مسكر عليه البيبان سين رمال في عالم اليوم مفتوح في عالم أصبح قرية الشاب التونس يشوف الشاب الأمريكي كيفش عيش والشاب الفرنسي كيفش عيش ويشوف المدرسة الفرنسية كيفاش والمدرسة الأمريكية كيفاش وتحب أنت تسجن والهندية والأسيا والأسيا والأفريقية وتحب تسجن وانت في بين أربع مقولات قديمة من عام الستين تحب تكرر هالو ديما هاو يعاود اش نعم وهذاك عليش اليوم يا دولة التونسية احنا كنا نبدأوا في الحكم المرة الجاية أردنا بش نمشيه للشباب نحكيه معها بلغته باش نحكيه معها بلغته باش مش يش يرميه 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 في المحر باش نقوله راو ترميه روحك في المحر وتمشي لإيطاليا ولا تمشي لباريس هاوك الناس راي تحت الجسور في باريس مش لايقين ديراكم نطفهم الجسور راي مشكلة كبيرة مش الجنة موجودة غادي صحيح هنا هنا ثم خيبة أمله مثلا ماشي ربما مجالات بتاع فرصة ليك على المدى القريب ولكن غادي كروهينج بكون ثم موت هونتو كا أنا خلي موضوع الهجرة الغير نظامي ما زال موجود بما أنه ترح روحه بقوة حتى في فقرتنا القادمة احنا كل مرة نمشيول بعض الأسألة الإضافية سياه زغير أسألة إضافية جينا من عند خبراء نقترح عليك أنه نمشيول السؤال بلوس السؤال الإضافي في فقرتنا الثانية في برنامجنا اليوم في تسعين سابع زوز شخصيات عامة موجودة في الساحة العامة معانا سيم معزح ديدان الخبير الاقتصادي وسيم مجد الكرباعي القيادة في الطيارة الديمقراطية واللي هو في قلب العملية اللي تهتم بالهجرة الغير نظامية نقدم لك تحية سيم مجد الكرباعي مجد الكرباعي نابع طيارة الديمقراطية اللي قرحه برنامج لكن واصل العمال المتاعه فمش كون يقول يوصل فيه لغاية سياسية سليح لك الغاية السياسية مجد الكرباعي أم فغد مبهية لتونس ورب يوصلوا بالخير تختار جاوب على واحد منهم أنا هو اللي جاوب عليه سيا زوهاي واللزوز الزوز يلا ننتلقوا مع معزح ديدان الاقتصادي خلي نشوف أشيء زوهير المغزاوي يلا أنا سؤالي لسي زوهير هو أنه نعرف اليوم لتونس في وضعية اقتصادية صعبة والحكومة الحالية هي تقوم بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على اتفاق من هنا إلى شهر ديسمبر سؤالي هل في بعد 17 ديسمبر الحكومة الحالية اللي هي تتفاول مع صندوق ما هو مصيرها بعد 17 ديسمبر وبالتالي هل رئيس الدولة الذي لديه السلطة التنفيذية الحقيقية هو ممكن أن يعلن صراحة ويتبنى صراحة الإصلاحات المقدمة من طرف الحكومة التونسية الحالية ندوره ندوره نرجع إلى أسألة مهمة عند الجميع هو السؤال سأله أنا كنت سألته لما كان ثم حوار في كرتاج على موضوع الدستور هاي يجيوا ويحكيوا على أعطيونا تصوراتكم الاقتصادية ولمرحلة القادمة هاي وسألت أنا سؤال قلت أنتم تطلبوا فيه التصورات الاقتصادية وعندكم حكومة التفاوض على فمي هاي يعني لا يصح هذا يعني والحكومة غايبة على هذا الحوار هم فثم مشكلة حقيقية أنا جوابت عليها يعني بصيغة أو بيخرى السؤال هذا منذ عيد قلت أنا لا يحق أنا في تقديري لحكومة بودن أنها عدنا في حكومة بودن تكلم سيحديدان يقولك الرئيس بيدو غدوة أمام هذا الخيار بالحكومة هذه ولا بالحكومة الجاي حكومة 17 ديسامبر حكومة تحقيق برنامج الأفمي ووضعه على الواقع هذا الخيار السياسي لرئيس الجمهورية كيفش بشي عمل فيه هو رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية خطابه خطابه يتحدث كما ذكرنا نبكر على الدولة الاجتماعية وغيرها وثم الإكرهات متعلى فمي هاو توراه وشنوه بشي يصير ولكن أنا نقول لرئيس الجمهورية نقوله من الآن أراه التخلي على دور الدولة الاجتماعية في الدعم وفي غيره وفي غيره هو إنهاء لمشروع مانيش بش نتخلى بش نعمل الإصلاحات ومستحقهم على نتيجة ذا 4 سنين لكن بش نعملهم ونخلي يد الدولة ممدودة للناس هي الإصلاحات شنية الإصلاحات رو شوف احنا تود ايه هذا الشقور رئيس الجمهورية ايه مثالش احنا نحب نصلح المؤسسات العمومية نحب موضوع الدعم يمش المستحقية علش أنا ذكرت لك منذ بداية حوار ايه الخطاب هذا مقبول سمحني لا لا خلينا نبدأ بتفقيد الحديث اللي يحكي فيه لفمية على المالية العمومية على كذلك ذا هو مطروع اخي من ثم تونس يحب شي حي يصلح موضوع الدعم واضح ولكن في اي اتجاه اه تفاصيل بينسير التفاصيل ثم اتجاه يحب يرفع الدعم ثم اتجاه يحب يمشي الدعم لمستحقية ثم اتجاه يحب حوكم الى حد لان قول كان توجيهه الى مستحقية ايه ما سالش احنا هذا اشنا نحبه ثم ناس تحب تمشي المؤسسة العمومية بيحها ثم ناس تحب المؤسسة العمومية تصلاحها بيش تلعب دورها ثم ناس تحكي على كتلة الاجور بيش تزيد جوه على التوانسة هل خطاب واضح من عند رئيس الجمهورية يخرج كلمة التوانسة بيانسير بيانسير وقته تواوى الى بعد الانتخابات انا اعتقد انه منذ مدة كان يزب وعلى رئيس الجمهورية يتحدث على التوانسة على الازمة اللي ساير اليوم يوضح اكثر اعتقد ان الخطابة متاع اللوبيات وكذا وفاق مستهلك يعني ثم اللوبيات اوكي ولكن ثم مسئولية كذلك للحكومة اليوم في مقاومة حتى اللوبيات تدعوه الى كلام مباشر للتوانسة بطبيعة التوانسة اليوم ماهو مش بشيكله دستور ماهو مش بشيكله قانون انتخابي وحتى العملية الانتخابية نقلتها ستكون متأثرة تأثر كبير بهذا الوضع الاجتماعي هل تنشوفه مجد الكربعي اش يسئل القيادة في الطيار الديموقراطي مرحبا بيك سيزوهاير سؤالي الاتي نحن كنا مع بعضنا في كتلة الديموقراطية في مجلسنا بالشعب وكنتم متشدين مع الخروقات اللي تسير سواء كان في النظام الداخلي او كذلك الدستور لما رئيس الجمهورية يكتب دستور بمفردها وبعد الكناء الاجال يقوم بتنقيح قانون انتخاب تم سياقته بصفة فردية في الاثناء انتم تقروا المشاركة في هذه الانتخابات وما شفناش منكم حتى معارضة بهذه الخروقات بل هناك معنا منكم من يبر هذه الخروقات هل يعتبر هذا تنقف سؤال الثاني سيزوهاير منذ بداية جامب في 2022 إلى غاية 26 أكتوبر 2022 1292 تونسي الاثنين الفارق استمعنا في جلسة منحة ثقة لحكومة جورجيا ميلوني في البرلمان الإيطالي وتقول بلي كونه إيطاليا تعتزم بالاتفاق مع سلطات بلدان شمال إفريقيا ومنها تونس إنشاء أوتسبوت أي نقاط ساخنة لتجميع المهاجرين سؤالي هم متكون مننا جزئين الجزئ الأول هو إذا يجيكم قانون في مجلس النواب وإذا أنتم تم انتخابكم توافقوا عليه نعم أو لا وما هي مقاربتكم لمسألة الهجرة غير نظامية إذن لي في المقاربة هحكينا فيه شوية لكن يقول لك إذا كان فمح القانون متعلي أوتسبوت إذا أنتم ما توافقوا ما توافقوش وهذا كان تترح حتى في السابق في إطار حديث مش رسمي هاو إمكانية باش يصير إلى آخر ما أنا ما أفقوش عليه بالنسبة للسؤال الأول اللي أعتقد زاده مهم مهم جدا نعم خلوقات تعدي يقولوا كل شهير رئيس الجمهوري فإذا 25 جولة يتعدى وكاو ويدخل المؤسسات غير صحيح غير صحيح أولا أحنا ما عدي نشكل شي وأنا وأنت أكثر واحد شاهد لأني جيت بحديك برشا مرات وقلت الكلام الميز مش مش يتعمل المشكلوين هو أنه يعتبر لبعض أنكم تقولوا لكن من بعد فولي سيفيغ ما تخليوا تتعدى معناه لا لا مش خليوا نتعدى ما ده خلينا نبدأوا متفقين زينا مع الأصدقاء وقته في التهير على مقاربة هي القضية كلها قضية مقاربات بعد 25 جولة هما كانوا وحنا كنا وبعضها في البرلمان وكانوا وهم يتحدثوا على الفصل الثمانين وعلى 25 جولة وإلى خير بعد 25 جولة كان البعض في تونس يعتقد أن رئيس الجمهورية بش يعمل 25 جولة كله الذي يعمل إجراءات وبعد يقول بعد شهير يقول لأي نرجع وين كنا وين كنا نقبل كذا احنا كنا نعتقد منذ البداية أن 25 جولة سيكون لهما بعده بشكون ثم جراءات استثنائية وجراءات استثنائية بعدها بشكون ثم دستور جديد أو أصلحات في الدستور القديم ثم قانون الانتخاب جديد أو أصلحات في القانون الانتخابي التشاركية يجب أن تكون وانقدناها كنا ما كانت ثم تشاركية وحنا ساكتين حتى القانون الانتخابي السابق احنا كنا ننقد فيه ولكن شاركنا في العملية السياسية شاركنا في الانتخابات ورغم انتقاداتنا للقانون الانتخابي اللي احنا موضعنا شي دوك حتى القانون الانتخابي الحالي احنا عنا لها انتقادات ولكن سنشارك ملا عندكم نظرة ثاقبة مش نظرة ثاقبة احنا نعمل دائما على تعديل موازين القوى لصالح الشعب موازين القوى اليوم هذه في السياسة عنصر اسمه موازين القوى احنا خدمتنا في حركة الشعب ليلة النهارا هو ان نعد موازين القوى لما نراه لصالح شعبنا موازين القوى اليوم مش لصالحنا احنا ومش لصالح الشعب نسعى وأنها تتعدل لصالح هذا الشعب بي دونك أنت تقول خرقات هذية تتعايش معها إلى حدود المقبو وتقولها كي تكون موجودة قدام يا أخي شوف شوف غير ما نبقى وها كان خاطر الموضوع في بعض المزيدات يا أخي صديقنا مجدي والتيار ولا غيرهم شاركوا في الانتخابات 2019 شاركوا كما شاركتون تومة وكما شاركنا أحنا وكما شارك غيرنا ما كانوش يتحدثوا على المال السياسي الفاسد على المال اللي جايب لبرها ماهتماش جرائم انتخابية كبيرة منها اللوبينغ والأموال ما هذا ما ما قدوش تحكيه سياسيا نسكولنا نحكيه فيه البوضوع هذا ولكن أنه موجودة الجرائم الانتخابية أو الخروقات ما يعنيش أنا نبقى مكتوفيه الأيدي ونخرج من العملية السياسية ونكونوا موجودين داخل العملية السياسية ونناظل داخل العملية السياسية من أجل تحسين الموازين القوى سياسي كامل معروف ولا كلاسيكي في تونس لا ينخرط في العملية الانتخابية يعتبر هذا يعطي مشكلة غدوة في علاقة بإرادة الناخب في تونس يا سيزيزي خلينا نشوفه ما نستهنوش زادة ب1601 بتقدمي للانتخاب لا لا كاملي الحقوق السياسية والاجتماعية وغيره مش هذا المشكل يعني لا لا هذه مثلا نقطة نحب نقولها قبل ما نتعدى النقطة لبعدها أروا ثم ناس تحب ياما أنا في الانتخابات إذا كان أنا موجود في الانتخابات الانتخابات هذه ما تصلحش هو حق بشيقات على الانتخابات هذا طبعا موقف من حق أي طرف بشيخذه ولكن الزادة لنستهين بالذين تقدموا لهذه الانتخابات سواء كانوا أحزاب أو أفراد هم جزء من التونسيين والتونسيات وربما يكونوا أفضل حتى من اللي كانوا موجودين في الانتخابات ما مشكلوين عليش كل مرة أنا كان جزء وعليش مشتوين سما بعضنا الكل ما لغالب المسألة الأخرى أحكاية الانتخابات وشرعياتها وقوتها وإلى آخره هذه توراوا في 17 ديسمبر شوفوا قبل التونسي على هذه الانتخابات موزين القوة كي ما قلت بيونسير موزين القوة لأنها بالنسبة لي أنا الانتخابات أهميتها قوتها الكريدوبيلتي بتاع الانتخابات تستمدها من نسبة المشاركة فيها في كل حالات اليوم هذا هو يوم مهم 17 ديسمبر قول انت نشوفوا التوازنات فمشكون يعتبر أنه أحنا في قلب الانقلاب لكن فمشكون يعتبر أنه زاد هذا قلب الإصلاح 17 ديسمبر لحقيقة تاريخ مهم تشاركوا معنا 13 و10 ملين كاش أبعث C على الرقم 85 840 ما زال أقل من 10 أيام على القرى علي بيش نتعرفوا من خلال على الفائز نتعرفوا على الأسئلة تقوي حلوظكم في الربح C على 85 840 رجعين في جزنا الأخير من 97 شوي آخر مع زهير المغزيوي